هناك أكثر من عشرين نوعا من الطيور الكاسرة تعيش في بريطانيا وإرلندا من الأقوى والأكثر لفتا للانتباه إلى الأكثر خجلا والنادر المشاهدة هناك شيء يجمعها عليها صيد للبقاء على قيد الحياة إنها تعتلي هرم السلسلة الغذائية الأرض من تحتها توفر لها العيش هناك تشويق واضح في رؤية طائر جارح في رحلة ربما يعود ذلك إلى أننا نعلم ظنيا أن المناظر الطبيعية المناسبة يمكنها أن تستضيف جوارح الجو المناظر الطبيعية المناسبة يمكنها أن تستضيف جوارحة بعيونه الحد ومنقاره الذي يشبه السيف ذا الحدين رجلاه ومخالبه بحجم يد الإنسان تسمى الطيور المفترسة بالجارحة أو الكاسرة وهذا يعني أنها تستض وتفترس وهي تلتقط فرائسها بقوائمها إذا من قد الطائر الكاسر بمخالبه على فريسته فمن الصعب أن تهرب فريسته منه يكون الصيد عادة في الغابات ولكن الأكثر شيوعا أن يكون فوق المناطق الغربية للمرتفعات السكتلندية فهو دائم الاستطلاع والتربس لضحية غافلة السقر الرحال واحد من أسرع الطيور إنه الطائرة المقاتلة في عالم الطيور الجارحة يعيش على الهضاب الساحلية والجبال الوعرة في بريطانيا وإرلندا وهو يقوم بمطاردة الحمام وطيور البحر على طول حفة الهضاب مستخدما للتيارات الهوائية الدافئة لمساعدته يمكنه أن يصل إلى مئة ميل في الساعة عندما ينحن كما النصر الذهبي الذي كاد يقضى عليه بالاستياد والمويدات الحشرية إلا أنه الآن مرة أخرى يسعى إلى طرائده ولكن ربما كان العسوق أكثر الطيور المفترسة المألوفة في المروج الوفيرة والمهاجرة والتي تستفيد من أميال حدود الطرقات وهنا تقف مترقبة من فئران وفئران الحقول التي هاجرت إلى هنا أيضا ومع أن أساليب الصيد جعلت منها مألوفة إلى أن الحذر الشديد الذي تتشارك فيه مع طيور الجارحة جعلت من حياتها الخاصة غامضة يميز ذكر العسوق من خلال رأسه الرمادي وذنبه في مطلع الربيع يكون اهتمامه الأساسي البحث عن شري وهو يقوم لهذا بإظهار مهاراته في الصيد والطيران أما الأنثى فسوف تتوقف عن الصيد وتسمح لشريكها الذكر بتوفير الغذاء وضع الريش أمر حيوي لجميع الطيور ولكن ليس أكثر منه أهمية بالنسبة إلى الطيور الجارحة التي تحدد مهارات طيران لديها ما إذا تغذت أو لم تتغذى فإن وضع الريش يساعد في نجاح أو فشل عملية الصيد أنثى العسوق الناضجة تفتقد الرأس الرمادي الذي يملكه الذكر وهي بلون بني بندقي من رأسها حتى ذيلها إنها فرصة نادرة أن نرى التحضيرات الصباحية ليومها خلافا لكثير من الطيور الطيور الجارحة لا تشكل سربا فهي إنعزالية وكما هي شرسة مع الطيور المنافسة هي شرسة أيضا مع فرائسها الأراضي مهمة ولها حدود حقيقية ذات حراسة على سفوح تلالي ميدويلز طائر الشوحة الأحمر يرافق ذكرا في رحلة مذهلة لتحذيره للابتعاد عن أرضه أنت على وشك مشاهدة واحد من الأعمال النادرة للطيور في عرض بهلواني جوي وليس لمرة واحدة فقط مئتا عام من النمو جعلت من الشجرة الجوفية عشا متكاملا بطائر العسو كالسقر فأنه لا يبني عشان ولكنه يحفر ويقشط في مسطح ناعم أو يختار حافة مريحة يمكن أن تكون في شجرة على هبة أو برج أو حتى على حافة نافذة طائرة هوائية العسوق لا يفرق بين هدير الزحمة أو الريح فهو يشعر أنه في موطنه سواء في المدينة أو في القرية إنها بومطن صغيرة جعلت من هذه الشجرة موقعا للعش التجويفات مثل هذه كثيرة الطلب العسوق صياد النهري والبومة الصغيرة تصطاد إجمالا في الليل لذا يمكن لهذين ثنائيين أن يعيشا جنبا إلى جنب على شجرة نفسها من دون أن يتعرض أحدهما للآخر وضعت أنثى العسوق خمس بيضات وسوف تحضنها نحو ثمانية وعشرين يوما خلال فترة الإباضة تكون لها منطقة خالية من الريش في أسفل بطنها تدعى رقعة الفقسة ما يجعل البيض على اتصال مباشر مع جلدها وتبقى على درجة حرارة ثابتة حتى أن الجلد يصدر مادة مطهرة تبقى البيض بعيدا عن الجراثين يصيد الذكر ويجلب الغذاء للأنثى بينما تبقى هي مع بيضها عند مواجهة الريح وبتحريك ذيله على شكل مروحة وبضرب من جناحيه يمكنه أن يحوم باتجاه واحد حيث يقوم ببحث في الأراضي الوعرة لالتقاط حركة فأر أو فأر حق بلد العسوق يدعى العوسق ومن السهل معرفة السر في المرتفعة السكتلنبية سقر ذهبي بنى عشه على حفة تعلو مئتي قدم من على حفة الهاوية استمرت الأنثى بجلب أغصال جديدة على العش وهو ما يعرف بوكر النسر من المعتقد أن أوراق الأشجار هذه قد تعطي برودة للعش بحيث تتبخر الرطوبة منها هناك ثائدة أخرى من استمرار الانتعاج وهي أطاء فرصة للصغار أي الفراغ كي يتعلم عن طريق المراقبة كيفية بناء العش من المعروف أن بعض أماكن أعشاش السقور الذهبية تم استخدامها أكثر من أربعمائة سنة فهي تقع في أكثر المناظر الطبيعية الخلابة الطيور الكاسرة تهدد معظم الطيور وغالبا ما تستنبط تصرفا يعرف بالغوهائية عادة ما تعمل الطيور الأصار حجما معا فهي تقوم باستفزاز الطائر الجارح حتى السقر على أمل إبعاده أو على الأقل لإعلام الطيور الأخرى بوجوده وتحذيرها هذا الغداف أو الغراب الأسود يفضل وجود السقر لينطلق إنه طائر ذكي فالسقر ليس مخلوقا للقتال الجوي فالسقر ليس مخلوقا للقناة فالسقر ليس مخلوقا للقناة السقر الذهبي يشب على فرخ وحيد قد تضع السقور الذهبية من بيضتين إلى ثلاث ولكن في معظم الحالات عندما يظهر الفرخ الأول وبحركة غريزية يقوم بمحاولة قط أشقائه هذا التصرف الغريزي شبه عادة بقصة قابي الوهابي بقصد إزالة منافسة المولود الأول وزيادة فرصه في البقاء حيا تتوافر السقور الذهبية في المرتفعات السكوتلندية حيث تساعدها التيارات الدائرية فوق الجبال والهضاب على التحليق امتداد أجنحتها سبع أقدام وتمكنها من الوصول إلى تحليق من دون مجهود في ويلز سقران ثنائيان يحومان ويطيران فوق الغابات الصنوبرية هناك اخترى مكانا لعشهما هنا يظهر جليا إتقان الطيور المفترسة للحركة في الهواء تعد الأنسان سنوبرية مواد جيدة لبناء العش فهي مرنة ومتماسكة جيدا تعتبر السقور بناءة أعشاش مثابرة فهي تبني أعشاشا ضخمة في الأشجار أو على السقور أو على حفة المنحدرة الصخرية أعنت الطيور المحلية الجارحة في المغضي من مضايقة الفلاحين وحراس الطرائد ومن خلال رش المبيدات الحشرية على السلسلة الغذائية إلا أن السقور أصيبت بالورم الهلالي في الخمسينات الميلادية وقد نجحت ببراعة في تصنيمها على خفض أعداد الأرانب لكن الأرانب هي الطريدة الأساسية للسقور وهي الآن في طور الازدياد طائر آخر من الطيور الجارحة يقوم بالعودة إلى موقعه وهو الشوحة الأحمر إنه مثال متكامل للطائر الذي يعد على شفير الانقراض في بريطانيا ولكنه بمساعدة الإنسان وجد حياة جديدة في العصور الغابرة كان من الشائع أن يتغذى في مراكز المدن على الجيئة إلا أن هذا قد زال بحلول النظافة في الشوارع وفشلت مساعيه إنه طائر كبير ويحب الأوراق الششرية الكبيرة ليعشش فيها كما أنه يحب الأغصان لعشه وقد كان يعرف باستعمال الورق والثياب المسروقة من على حبال نشر الغسيل يعرف اسمه من لون صدره الأحمر وريشه على ظهره وبطنه وذيله المتشعب لقد وضعت البومة الصغيرة ثلاث بيضات عندما يكون الصيد جيدا يكون عدد البيض ستا أو أكثر جميع أنواع البوم يضع بيضا أبيض في تجويف شجرة في شبه الظلام إذ لا ضرورة للتممي يعتقد أن البومة الصغيرة أتت إلى بريطانيا في القرن التاسع عشر الميلادي وقد ازدهرت في المناطق الدافئة والمنخفضة عين البومة يمكن أن تكون صفراوين على وجه الخصوص أو برتقاليتين أو بنيتين داكنتين وكلما كانت عينها فاتحة لون أمضت وقتا أطول في ضوء النهار البومة الصغيرة ذات العينين السفراوين تظهر في ضوء النهار أيضا ويمكن اكتشافها في النهار واقفة على شجرة أو على سياج وعلى الرغم من صغر حجبها إلا أن البومة الصغيرة يمكن أن تلتقط فريسة كبيرة مثل صغار الأرانب بعد أربعة أسابيع ظهرت فراخ العسوق في الأسابيع الأولى تغطى الفراخ بوبر أبيض طري الأنثى تبقى وتعتني بالفراخ إلى أن ينمو وبرها وهذا يمكنها من أن تدفئ نفسها يقوم ذكر بالصيد كله ومكان حفظ فئران وفئران الحقول يقع في تجويف الشجرة عندما يعود الذكر ومعه الغذاء يمرره إلى الأنثى حتى تستطيع أطعام فراخها يصطع الذكر بشكل مستمر وقد عرف عنه بأنه يطير إلى علو ستين ميلا في اليوم خلال فترة الحضانة من الأسفل يمكن تنويز الذكر من ذيبه الرمادي مع حزمة سوداء صغيرة في نهايته هكذا يمضي معظم وقته وبخاصة خلال النهار الثمين خلال النهار الثمين خلال النهار الثمين ترجمة نانسيق płاك station انشف ترجمة نانسيق ترجمة نانسيق تطعم الأنثى نفسها قليلا تقوم الفراخ بالصراخ والترجي طلبا للطعام فتقوم الأنثى بالتحضير للوجبة التالية في هذه المرحلة لا تستطيع الفراخ اطعم نفسها لذا تقوم الأنثى بتقطيع أجزاء صغيرة من اللحم وهي دقيقة بمنح الفراخ حصصا متساوية كل فرخ بحاجة إلى أن يأكل ما يعادل وزن جسمه في اليوم عند انخفاض الحرارات بشكل مفاشئ تقوم الأنثى بجمع فراخها تحتها لتبقيها دافئة لا يستطيع الذكر أن يطير ويصطاب عندما يكون ريشه مبللا إنه وقت مرحب به ومفروض للراحة ولشرب الماء التقس الممتر قد يكون كارثيا على عائلة العسوق إذ يعتمد غذاؤها على مقدرة الذكر على الصيد والحفاظ على إمدادات جيدة من الغذاء الطازج حالما يصبح ريشه جافا تقريبا يعود إلى الصيد مجددا حتى الآن كان الثنائي ناجحا لكن لا يزال هناك وقت طويل قبل أن تصبح الفراخ معتمدة على نفسها خلال أربعة أسابيع كبرت الفراخ بشكل واضح وأصبحت قادرة على إطعام نفسها مع أنها ما زالت بحاجة لأن تتعلم كيف تقيس الكمية التي يجب أن تبتلعها يقوم الذكر والأنثى بالاستياد ومحاولة اتقاط كمية كافية لأطعام العائلة عندما يكون هناك الكثير من فأران الحقول يتوافر ما نسبته 90% من النظام الغذائي للعسوق في هذه المرحلة يقوم الفراخ بتقاسم أكثر من 30 فأرا بينهم كل يوم ريش الفراخ الماضج يبدأ بالظهور خلال ظهور وبرها الثانوي هذا هو الوقت الوحيد الذي ينمو فيه كل ريش العسوق في مرحلة النضوج تقوم بتبديل بعض من الريش في وقت واحد اثنتان من كل جهة وبهذا تكون متوازنة في الطيران تبدأ المنافسة الشرسة من أجل الغذاء بين الفراخ بالظهور تبدأ المنافسة الشرسة من أجل الغذاء بين الفراخ بالظهور إذا قلت المعونة يبقى القوي فقط حيا تبدأ المنافسة الشرسة من قبل آمنة في جوف شجرتها تنمو البومة الصغيرة أيضا الثديات الصغيرة تشكل وجبة جيدة لدى البومة الصغيرة لحماية عيونها الكبيرة الضعيفة تغلق الفراق عيونها عندما تأكل إنها جولة صيد ثابتة فذكور وإناث البومة والعسوق متشابهة وقتل الفئران وفئران الحقول تكاد تكون بأعداد هائلة ترجمة نانسي قنقر إنه الظلام وبوم الحظيرة خارج للصيد بوم الحظيرة ناشط لليلتين مع أنه في الصيف يمكن مشاهدته في الضوء الخفيف من الظلام وعند الشروق لدى بوم الحظيرة عائلة يطعمها لم تنصف بتبديل أرضها حيث قام المزارعون مرات عدة برعي الماشية وزراعة الأرض ولكن هذه العائلة كانت محظوظة بإيجاد أرض ومكان مناسب للعش الأرض العشبية مليئة بفئران الحقول لذا فأن الصيد كان سهلا والفراخ تنمو بشكل جيد حتى أن ثرخ البومة الصغير مغطا في المنحدر الأنثة مرهقة بعد حوالي شهرين متواصلين في مكان العش تأخذ دقيقة لتطعم نفسها وهي قريبا سوف تترك الفراخ لتساعد في الصيد حيث أن الأعمال اليومية تنمو جزئيا بحسب حجم الفراخ تشكل الفراخ شكلا مألوفا الوجه قرص الأبيض على شكل قلب يرتبط ذلك بشكل بومة الحظيرة إنه القرص الأبيض الذي منحها الله إياه ليجعل من سمع بومة الحظيرة دقيقا القرص يجلب الصوت من تحت الأعشاب الطويلة إلى أذن البومة بطريقة تجعل البومة تلتقط فريستها لدقة سمع البومة دقيق جدا بحيث تكتشف الصوت الخفي في الظلام الدامس بدأ يظهر ريش كبار الفراخ فوق الوبر الطريق الثانوي بومة الحظيرة لديها طريقة محددة في الصيد الطيران بشكل مخفط فوق العش وهي تستمع لأدنى الأصوات وعندما تحدد فريستها تنقض عليها عاموديا ريش جناح البومة الناعم يمكنها من الطيران بشكل صامد فوق المرش بعد خمسة أسابيع تبدأ فراخ البومة الصغيرة بالمجازفة خارج جوف الشجرة عندما تخسر وبرها الثانوي تستطيع الطيران بشكل صحيح فراخ العسوق بدأت أيضا باكتشاف محيطها ورشها الحديث العاد يبدو كأنه نمى تماما في الصيف تستفيد الطيور الجارحة من الطقس بشكل جيد ومن وفرة الطعام لأطعام صغارها ولكن ربما ليس هناك أفضل من العقاب في تصميمه على الأمور إلا أن تقنيته لا تحصد نتائج جيدة دائما يأتي العقاب إلى بريطانيا للتوالد بعد قضاء الشتاء في أفريقيا فقد عاد إلى سكتلندا في الخمسينيات بعد أن أبعد من قبل جامعي البيض في القرن السابق إنه يأكل الأسماك الحية فقط يمكنه أن يغطس في الماء حتى حدود جناحه تقريبا يحاول العقاب الإمساك برأس السمكة في البدء من أجل أن يحافظ على شكل منبسط للطيران ولكن هذه السمكة ضخمة جدا وقوية للمناورة يحب الباشق صيد الطيور الصغيرة فوق سياج الشجيرات أو حتى في حدائق البيوت الخلفية يمكن أن تستلقي في كمين قبل أن تطير بسرعة كبيرة لتنهج فريستها كمعظم الطيور الجارحة تقوم بنتف فريستها قبل الأك عينها صفروان مماثلتان للسقر الحقيقي ابن العم الأكبر للباشق هو طائر الباز وهو بارع في الهجمات المفاجئة إنه صياد سفوح الغابات الحمام البري الأرانب الطرائد العادية هي لائحة طعامه المفضلة إنه طائر خفيف وهو العداء في عالم الطيور هل ما تستطيع ضحيته الابتعاد عنه؟ ما تحتجابه اشتركوا في القناة البومة المصفرة هي اكثر الطيور الجارحة المعروفة في بريطانيا على الرغم من ذلك وبداع عاداتها الليلية فان من النادر رؤية واحدة طيور الغابات الاساسية تتعايش بشكل جيد في الحدائق العامة والخاصة تصطاد البومة المصفرة صغائرة فديات كما انها تأكل الحشرات احد الضيوف المختصين في الصيف هو السقر العسلي فهو يقضي الشتاء في افريقيا الاستوائية لكنه يهاجر شمالا للتوالد في الصيف ينجذب الصقر العسلي الى النحل وعش الزنابير حيث يستنفع بخلية النحل وهو يشتم ويراقب السنابير والنحل في الغابة ويتبعها الى خلاياها منعه الخالق سبحانه فيشا قصيرا على قائمتيه ووجهه لحمايته من النحل المهاجم هذه من المرات النادرة التي تلتقط فيها صورة طائر جارح متخصص وهو يعكل انه سوف يأخذ النحل الناضج العادي والصغار ايضا الاقوى من بين كل صيدي طيور يجب ان يكون النصر الذهبي بينما يحون فوق مستقعات بريطانيا حدة نظره الخارقة تمثنه من ضبط اي حركة حتى على بعد النيل الخرنق الصغير وهو نوع من الارانب يأكل من الخلنج وهذا شيء نادر عندما يقوم النصر بتحديد ضحيته يبسط جناحيه ويقطع الهواء مثل السهم نحو هدفه موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوالدان المتوتران يعودان ليجد العش فارغا اخذ الطير اليافى لنفسه موقفا غير مستقر ليس من امكان للعودة الى العش الطريقة الوحيدة للرجوع من الهاوية هي الطيران اللونان الداكن والابيض يميزان يفاعته ووضعه غير المجرب ينادي الطائر اليافع والديه بالطراب الا انهما غير قادرين على فعل شيء الان فاما ان يطير واما ان يموت على الطائر اليافى ان يتخذ قراره اشتركوا في القناة 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 اتقان فن الطيران يتطلب بعضا من الوقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في أواخر الصيد تكون صغار بومة الحظيرة جاهزة لمغادرة دارها أيضا لقد أنضت الأسبوعين الأخيرين تتدرب على مهارة الصيد والطيران حول مكان العش قبل الانفصال لكن عادتها في الطيران بشكل مخفض فوق الغابات تودي ببومة الحظيرة في أغلب الأحيان إلى طريق الخطر على انتداد ثلاثين ميلا تعرضت حياة أكثر من سبعين بومة حظيرة من خلال التمارين على مدى ستة أشهر للموت ولكن هجوم الشتاء امتحان كبير لجميع الطيور الكاسرة هذا الأرنب الميت يعتبر كنزا ثمينا للكواسر مثل هذه الشوحة الحمراء والسقر من على الأرض يرى السقر المتوحش أكثر من الشوحة لكن السقر لا يأخذ الأمور ببساطة في المقابل إنه في تحدي مع منافس أكبر وأقوى من نوعه خلال المنافسة على الطعام على هذا العلو في الشتاء القارس العديد من الطيور المسنة وغير المجربة قد تهلك مع وصول الربيع تبدأ الدورة من جديد لذكر العسوق الطيور الكاسرة في أعلى السلسلة الغذائية هي قياس مرئي لرفات تحت الأرض عدد الطيور الجارحة المزدهر هو دليل على أن صغار الثديات والقوارد والحشرات بحالة جيدة وأن الريف أيضا بحالة جيدة هذه هي حياة جوارح الجو ترجمة نانسي قنقر